وزيرة الخارجية الارانية ادانت بشدة العدوان الاسرائيلية على ريف دمشق مؤكدة ان هذا العدوان يود الى زعزعة امن المنطقة واستقرارها دعية في الوقت نفسه الى ضرورة وحدة وضمان دول المنطقة في مواجهة تهديدات الكيان الاسرائيلي في تصريح صحفي قال علي اكبر صالحي وزير الخارجية الارانية ان العدوان يبين ارتباط الارهابيين باسرائيل العمل الذي تقوم به الجماعات المسلحة في سوريا يصب في اتجاه واحد مع الكيان الصهيوني الذي يقوم بعدوانه منتهكا كافة العراف والقوانين الدولية اللواء احمد وحيدي وزير الدفاع الارانية ادان بشدة العدوان الاسرائيلي على ريف دمشق واكدنا ان هذا الاعتداء نفذ بضوء اخضر من امريكا فضح مجددا ارتباط المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا وداعمهم بكيان الاحتلال الصهيوني مساعد رئيس اركان الجيش الاراني العميد مسعود جزائري نفى صحة مزاعم تنقلتها بعض وسائل الاعلام الشريكة بجريمة سفك الدم السوري حول استهداف كيان الاحتلال الصهيوني لاسلحة ايرانية في سوريا قائد القوى البرية في الجيش الايراني العميد احمد ريدا بوردستان اكد ان الجيش العربي السوري لديه من العتاد والتنظيم والجهوزية القتالية الكافية للدفاع عن الاراضي السورية ويملك تجربة عريقة كسبها من خيال مواجهته مع كيان الاحتلال الصهيوني ولا يحتاج الى اي مساعدة في الدفاع عن الاراضي السورية علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الايراني اكد ان العدوان الاسرائيلية يعزز موقف ايران مما يزج في المنطقة والذي يؤكد ان الهدف الاساسي من افتعال الازمة في سوريا هو ضرب محور المقاومة في المنطقة كما شدد لاريجاني على ان تحرك الاعلامي الغربي والذي جاء بالتنسيق مع بعض الدول الرجعية في المنطقة يهدف للتغطية على اوضاعهم المتخبطة في الساحة الدكتور احمد بلال عثمان وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية قال ان تقصف اسرائيل سوريا وان لنتدخل كعرب امر يطعن في كبرياء الامة العربية ورجولة كل العرب واضاف علينا كعرب ان نواجع الكثير من الخطوات التي تمت بحق سوريا وان نعترف بوجود اخطاء كبيرة بهذا الصدد اشتركوا في القناة